اعزائي المشاهدين بحب ارحب بكم في قناة تعلم مع انس اليوم رح نتعلم في هذا الفيديو نظام الاحالة تبع نظام سبايكي باي يعني انك كيف تكون فريق وشو هي فوائد انك تكون فريق وشو هي الجوائز اللي بتكسبها من تكوين الفريق ان شاء الله يعني هذا الفيديو رح يكون الى كل شخص ناوي انه يكون فريق وان شاء الله رح نحكي طبعا سبايكي باي شركة استثمارية وشركة تسويقية يعني بامكانك انك تستثمر بالباقات الاستثمار وتأخذ الارباح يومية اللي هذا ما بقدرش يكون فريق بامكانك انك تكون فريق وتأخذ ارباح وجوائز اكثر داخل هنا نشوف كيف نكون فريق طبعا عمي التسجيل زي ما تعلمنا عادي سهلة وبسيطة يلي ما تسجلش طبعا بتدخل يوزر نيم ايميلك بتعدي اليميل باسورد بتعدي الاسمك بتحط فرس نيم بتختار الدولة بتعدي من رجستر عسا بعدين بتضغط على هاي الدارة بتحط اليميل او اليوزر نيم هو اسم المستخدم بعدين باسورد طبعا هما بكونوا مودي لك رسالة على اليميل عشان تأكد اليميل الخاص طبعا هذا الفيديو ان شاء الله رح يكون لأي شخص بسعى انه يكون فريق طبعا اي شخص بسعى انه يكون فريق او يسعى انه يستثمر بهاي الشركة نصيحة مني انه يبدأ من هسه لانه الشركة بدت في انطلاقتها بقوة صارت كل الناس تسوق لها اللي بيحبوا يسوقوا المسوقين او يلي بيحب يكون فريق صار الكل يدي يكون فريق عشان يستفيد من هاي الشركة فنصيح مني انت يكون من السباقين يعني انت يكون من السباقين في تكوين الفريق والتسجيب الشركة طبعا اي شخص يعني صابت عليه معلومة اه وحب انه يستفسر عنها طبعا بتواصل معي اذا كان من الفريق الخاص فيه طبعا اهم اشي انه يكون من الفريق الخاص فيه لانه احنا منقدم دع انا بقدم مساعدات للفريق الخاص فيه طبعا اذا كيف عملية التسجيب بالشركة سهلة وبسيطة تعلمناها اذا تنشرح نظام الفريق بالشركة طبعا هاي رابط لحالة الخاص فيك طبعا هذا رابط لحالة بتعمله كوبي بتنسخه طبعا اذا بعد ما تعمل كوبي اذا في عندك هان الكارير هاي بتبين طبعا انت قبل اول ما تسجل بالشركة لازم تفعل باقه من باقات السباقين يعني اقل اشي لازم تفعل باقه الاولى يعني اذا تكون فريق اقل اشي لازم تفعل باقه الاولى بتلاحظي انا مفعل باقة الخمسمائة دولار اما انت يعني اذا بدك تستثمر او بدك تستفيد على الجهتين فيه ناس يعني انا انا حاب استفيد على الجهتين حاب اني يعني اكون فريق ونفس الاشي حاب انه يجيني ارباح يومية من شركة انا انا فهمك يا اصري صح شركة جوزل فيها ارباح اه فيه ناس صاروا يحكي انا صرت احقق من راتب يومي من شركة يعني بشركة سبايك امين كانك تحقق راتب يومي من الشركة انك يوم بتصل لباقة يعني يوم بتصل لباقة لعشر تلاف دولار يعني اذا انت كيف تقدر تصل لباقة عن طريق الفريق تبعك تقدر تصل لباقة لعشر تلاف دولار بصير يوميا يجي لك تقريبا من باقة لعشر تلاف دولار بصير يوميا يجي لك ميت دولار من هاي الشركة من مية للمية وعشرين دولار يعني بصير زي كانو راتب يومي تحقق لك زي كانك مشتغل بشركة جوسيا يعني ان شاء الله يعني قرب تصل لهي الباقة يعني بس ضليلي ثلاث باقات وبصلها طبعا هذا كله بسبب المثابرة والاجتهاد وانت لا تتكاسل اذا انت حب تستثمر ميكانك تستثمر زيها حاط باقة الخمسمائة دولار هي الباقة الاستثمارية او ميكانك تكون فريق اذا بدك تكون فريق طبعا تخينا نشوف شوية مميزات الفريق للاشخاص اللي بدهم اسا انت اول ما تسجب الشركة بتعتبر ستارتر يعني اول ما تفتح باقة العشرة دولار اول خمسين اول مية اول ميتين وقمسين او اي باقة من الباقة تعتبر مبتدئ شو يعني مبتدئ يعني بتاخد بونس من الشركة خمسة بالمية على كل شخص بتجيبه يعني كل شخص مثلا بفعل شخص فعل باقة الميت دولار تاخد خمسة دولار فعل باقة العشرة دولار تاخد نص دولار كان مبتدئ اذا انت يوم تتوصل مجموع اداعات فريق تبعك كاملة سواء كانوا مباشرين او غير مباشرين توصل الف دولار تنتقل للمستوى الثاني والمستوى الثاني عشان تنتقل الى شرطك انك تكون مفعل الباقة اقل اشي اقل اشي هذا يعني مش شرط انك شرط انه اقل اشي تكون مفعل باقة العشرة كاقل اشي يعني لو كنت مفعل باقة الميت دولار عادي اه بتصير بونس طبعك 6% على الجيل الاول وبنفتحلك هان بتصير جيل ثاني بتصير تاخد من الجيل الثاني وبتاخد مكافأة من الشركة خمسين دولار طبعا المكافأة هاي من الشركة في ناس كثير تواصلوا معها حقولي كيف يعني هالمكافأة طبعا الشركة هي ليست تسويق هرمي الشركة تسويق شبكي والدليل هذا بالبونس يعني انت البونس عشان تاخد البونس لازم يكون عندك ناس فريق ضعيف وفريق قوي انه يكون الفريق الضعيف اداعاته اقل نص اداعات فريق القوي مجموع اداعاتهم او يكون مجموع اداعات الفريق كام او يكون اداعات الفريق كاملة متزنة يعني مفيش فريق قوي ولا فريق ضعيف في هاي الحالة بتاخد البونس طبعا في حال إذا إنت ارتفعت بجموع إداعات الفريق تبعك لثلاث تلاف تنتقل للرتبة الثاني تيم اقنك تأخذ ميت دولار بونس بتصير مكافأتك البونس بسبعة بالمية على الجيل الأول واثنين بالمية على الجيل الثاني وواحد بالمية على الجيل الثاني في حال وسط إداعات فريقك أشرت آلاف دولار بتنتقل للليدر طبعا الليدر شوي فريقه بتصير البونس طبعك أربعمية دولار لازم تكون هان مفعل باقة ها قبل ما يعني يعني اللي أسه وسط إداعات فريقه ثلاث تلاف دولار هذا لازم نصيح يفعل باقة المية دولار عشان هان لحتى يوصل للليدر يكون هو مفعل أقليش باقة المية دولار لأنه شرط إنك تأخذ البونس وتأخذ مكافأة الليدر إنك تكون مفعل باقة المية دولار طبعا بتأخذ بونس ثمانية بالمية على الجيل الأول وثلاثة بالمية على الجيل الثاني وثنين بالمية على الجيل الثالث وواحد بالمية على الجيل الراب بتلاحظ كل ما لنفتح لك جيء كل ما بترتفع مستوى بتصير تأخذ من الجيل طبعا من جيل جديد يعني هم الحالات أصدقاء أصدقائك طبعا بتأخذ أربعمية دولار بونس اساتيم ليدر هي المرحلة اللي إنه إداعات فريقك خمس وعشرين ألف كاملة اذا عادت جميع جميع الاجيال وصلت 25000$ لازم ام لازم تكون tools ام لاليدار هو مش فاعل باقة 100$. اتنا بالان اشترا لزوج شائط بتصير الجيل الثاني اربع بالمية الثالث خمس ثلاثة بالمية الرابع اه اثنين بالمية الخامس واحد بتلاحظ خمس الجيل ستتاخد. بتاخد الف دولار بونس من شرط. طبعا هاي الف دولار وليك هاي ليس تكذب. هاي صحيح وانا اخدتهم. المانيجر هاي يد اوصل ايداعات فريقك خمسين الف دولار. مجموع فريقك. لازم تكون في هاي في هاي الباق اه لازم بس توصل هاي الرتبة تكون انت اقل اشي مفعل باقة الخمسمائة. طبعا من حقق الشرط هذا ان شاء الله يعني قرب تصل لها راح تاخد بونس الفين دولار. وبسير عمولتك هدعش بامية على الجيل اول. و اه ستة بالمية الثاني. و خمسة بالمية على الجيل الثالث. و اربع بالمي على الجيل الثاني. ع الجيل الرابع. فخمس اه و ثلاثة بالمية على الجيل الخامس. و اثنين بالمية على الجيل السادس. و واحد بالمية الجنسة. هم تصير تاخذ من سبع اجيال. والتيم مانجر نفسي ايش اذا وسط ادعاك فريقك مئة الف دولار بتاخذ خمس تلاف دولار بو نصة بتاخذهم بالشركة بتاخذهم بتحطهم محفظتك. يعني بتسحبين ما بتقع ما زي زي الربوت بترجع مثلا خاتت مكافئة الميت اه مثلا خاتت مكافئة خمس تلاف لازم ترجع تشحنن وتستنى عليه اه اربعة شهر او ستة شهر لحتى تسحب تسح تبدأ تسحب الارباح. طب انا هضو الحلو بهاي الشركة. وده وصلت لرتبة الديركتور طبعا هاي لازم يكون مجموع اداعات فريقك كاملة خمسمائة الف دولار. وتكون انت مفاعل بغط الخمس تلاف دولار فبتاخذ بونس خمسة وعشرين الف دولار من الشركة هاي هدية. اه بتكون انت اه احالاتك بتصير تلتعش بالمية على الجيل الاول. وبتصير تضلك لح تاخذي حالة اه اه سبع بالمية على الجيل الثاني وستة بالمية على الجيل الثالث وهكذا تعد فيه انتنقص واحد لحتى توصل الجيل لحتى يصل واحد بالمية على الجيل الثامن. واخر اشي بتصل لرتبة تسموها البرزيدنت في عندك رتبة وتاخذ عليه خمسين الف دولار بونس. وفي رتبة اخرى البونس سباحة آآ آآ ثلاثمية وخمسين الف دولار بونس. طبعا كل رتبة الها يعني مجموع اداعات لازم من فريقك تتحقق شرط معين. طبعا هذا هو الرتب بالشركة. طبعا هيك احنا ما يكون شرحنا نظام الرتب بالشركة. ولعجبك في فيضو عليك. طبعا وهيك احنا ما يكون شرحنا الشركة. لعجبك في فيضو عليك ولا تنسى اشتراك بالقناة اذا محتاج اي دعم فني. وكنت من الفريق الخاص في تواصل معي. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.